اخبار مغربية اخبار محلية اخبار عالمية استعراض المقاتل ابو زعيطر اريني ساعتك المليونية اقول لك من انت قد يكون ابو زعيطر قد قرأ كتاب الامير لنيكولا ميكيا فيلي فهو ليس وطروحة بشأن استخدام السلطة وفق فضائل الاخلاق وانما كتاب يبرز كيفية الحصول على السلطة وقبل كل شيء الحفاظ عليها ويبدو ان ابو زعيطر قد فهم انه من اجل الوصول الى مكانة نعلى يتعين عليه معرفة كيفية اللعب بمرفقيه واستغلال الخوف الذي يستلهمه من الامير من خلال نشر قوته المالية والتأثير على الخيالات الجامحة وهذا يحق طرح السؤال ما الذي يمكن ان يكون اكثر معنى من المجموعة الاستثنائية من الساعات التي يمتلكها ابو زعيطر للتفاخر بنجاحه وترسيخ صورة قدرته المطلقة هي مجموعة من الساعات يمكن تقدير ثمنها بما لا يقل عن 25 مليون درهم استنادا فقط الى تدوينات المقاتل المقيم في المغرب منذ ابريل 2018 هناك عبارة سجلها ميكيا فيلي في كتابه الامير يحكم الرجال عموما باعينهم اكثر من اي حاسة اخرى ان المبتدل يهتم دائما بالمظاهر لكن ابو زعيطر لا يبدو انه يعير اهتماما لهذا الاعتبار فهو يشحن الرسائل التي يتعمد بعضها من اجل ايطارة الخوف لدى الكبار من جهة والبحث عن حب الشعب من جهة تانية لا سيما عبر التظاهر بالقيام بالاعمال الخيرية مظهرا كل القيم الاخلاقية